اشتركوا في القناة مستغلاً امتلاكه ثروة هائلة من الطاقة الشمسية وذلك برغم كونه بلداً منتجاً للنفط يبدو أن التوجه نحو الطاقة البديلة في العراق لسد حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية بدأ يأخذ حيزة تنفيذ حتى ولو بشكل بسيط 350 ميجاوات من الطاقة الشمسية دخلت الخدمة في بعض مناطق العراق من أصل 700 ميجاوات منذ مدة وزارة الكهرباء رصدت وتوجهت نحو هذا الاتجاه وهناك عمل دؤوا مع بعض المقاولين لإنتاج الطاقة الشمسية ليس العراق لوحدة بإنما عدد من دول خليج ودول عربية في شمال أفريقيا تجهد هذا الاتجاه وبطاقات متزايدة يذهب البعض إلى أن القطاع الحكومي لن يكون وحده قادرا على إنشاء مشاريع الطاقة نظيفة دون وجود قطاع خاص وهو ما دفع وزارة الكهرباء مؤخرا إلى طرح 12 موقعا في محافظات وسط وجنوب وغرب البلاد للاستثمار الأجنبي وبإنتاج 2000 ميجاوات كمرحلة أولى من إنتاج الطاقة الشمسية قطاع الطاقة يراد لمقاربة جديدة ليس ريعية وإنما متكاملة مع تحريك عجلة الاقتصاد بالعراق وقطعا الاستثمار العالمي في رحيل عبدور قطعا الدولة ستستمر تلعب دور الراعي والحاضن أما بعض الشركات العراقية المتخصصة بإنتاج الطاقة النظيفة تؤكد أن باستطاعتها إنشاء مشاريع عدة لإنتاج الطاقة البديلة وبكلف أقل وأنها بدأت فعلا في بعض المناطق لأسيما بعد توجه العالمي نحو الطاقة النظيفة الآن توجهات شركتنا صارت نحو الطاقة البديلة الطاقة الشمسية والطاقة الشمسية هي كطاقة تساعد على نظافة البيئة إضافة إلى توفير الطاقة المجانية طبعا الحمد لله عندنا تجارب في بغداد والمحافظات في كربلة بالصحران نصبنا منظومة ونصبنا منظومة تريب الطاقة الشمسية وتعد مشكلة توليد الكهرباء في العراق أهم عبع يثقل كهن المواطن على مدى سنوات مضت تشير دراسات عالمية إلى أن الصحراء العراقية فقط انستغلت بشكل جيد لتكون مكانا لإنتاج الطاقة الشمسية فإن باستطاعتها تغطية حاجة العراق بل ربما تستطيع تغطية حاجة خمس سكان الكرة الأرضية محمد فاضل الغد بغداد بغداد نصف احتياجات العراق الراهنة مساحة الشمس الساطعة إذا ما تم استغلالها فقط من محافظة الأنبار في إنتاج الطاقة الكهربية يمكن أن تعطي نحو ثلاثين ألف ميجاوات أي يمكن أن تغطي احتياجات العراق بمرة ونصف فالسؤال هنا كيف سيكون الحال إذا ما تم التوسع في كافة المحافظات العراقية ومن بغداد ينضم إلينا الأستاذ علي نعمة المتخصص في مجال الطاقة البديلة أستاذ علي إذا نظرنا إلى العراق وطبيعة العراق الجغرافية فهي تتمتع بشمس ساطعة على مناطق شاسعة في أرجاء البلاد لماذا لا تستغل هذه الطاقة المتجددة التي يمكن أن تنتج الكهرباء التي تعاني بغداد وتعاني بعض المدن العراقية من نقسم فيها نعم بداية السلام عليكم وعلى مشاهديها قناة الغد الفضائية عليكم السلام العراق حقيقة لديه مساحات واسعة في غرب العراق التي تمتد بمحاذات الأرض والسورية والسعودية يمكن استثمارها بشكل كامل نتيجة لسطوع الشمس والأوقات طويلة عليها فيمكن استثمارها في الطاقة المتجددة وإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال المنظومات الشمسية والخلايا الشمسية لكن أهم ما يعانيه العراق أو التحديات في مجال إنتاج الطاقة الشمسية هي التمويل أو القدرة على تمويل هكذا مشاريع من قويل الحكومة لذلك الحكومة لا تتجه بالشكل الغالب إلى الاستثمار في مثل هكذا مشاريع خاصة أن العراق لا زال يعتمد في إراداته بالموازنة على النفط والغاز بشكل كبير بمستوى 90% و90% وهذه أكثر تذهب إلى تمويل تشغيلية موازنات تشغيلية لذلك في المدينة الاستثمارية في هكذا مشاريع تحتاج استثمارات كبيرة ولكن هذه النقطة لابد الوقوف عندها عندما تعتمد العراق من الناتج الداخلي للبلاد حوالي 90% بسبب صادرات النفط فهذا يعتبر تأخر نوعا ما مقارنة بدول الخليج المنتجة للنفط أيضا من تعدد مصادر الداخل عن طريق الطرق البديلة لماذا لا تعتمد العراق على مثلا دول تمول هذه المشاريع على غرار تمويل مشاريع النفط والغاز؟ نعم الحقيقة لا ننسى أن العراق قضى فترة أكثر من 10 سنة و13 سنة في حصار تام وبالتالي لم يستطع أن يستثمر أو يطور المشاريع أو القطاعات الأخرى بعد عام 2003 بدأ يتجه بشكل كامل إلى قطاع النفط وصادرات منه لتمويل الموازنة الخطط التي كانت خلال الفترة من 2003 لغاية الآن ولغاية 22 أيضا خطة تعتمد بالكامل على قطاع النفط بتمويل الموازنة اللي غالبية هذه الإرادات تذهب إلى الموازنة التشغيلية اللي أكثرها موازنات رواتب للموظفين اللي العراق تضخم كبير في أعداد الموظفين الحكومين به بالتالي ما يتبقى من الإرادات النفطية لا يسد غالبية أو المشاريع الاستثمارية اللي يحتاجها العراق اللي مثل ما قلناه خارج من حروب خارج من معارك مع داعش يحتاج إلى تمويل مشاريع استثمارية كثيرة بنات تعطية فهكذا مشاريع الطاقة المتجددة توجه بها إلى المستثمرين لكن في نفس الوقت هناك تحديات تمام المستثمرين فغالبية المناطق وخاصة مثل ما ذكرت حضرتك بالتقرير في محافظة الأنبار هي لازالت مناطق أمنيا تعتبر غير مستقرة 100% فبالتالي المستثمر يتردد من يذهب الاستثمار فيها كذا مناطق في مشاريع حيوية مثل مشاريع الطاقة المتجددة إذا نظرنا إذن لهذه الخطوة من الآن نحن في عام 2018 ما هي الخطوات الأولية التي يجب اتخاذها من قبل الحكومة العراقية للبدء في إنتاج الطاقة المتجددة نعم بداية يجب أن هي البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب المستثمرين لأن هكذا مشاريع تسيل لعاب المستثمرين مع حاجة العراق لإنتاج طاقة كبيرة كهربائية ومتزايدة نتيجة لتزايد على السكان السنوي فبالتالي وتزايد الاحتياجات العراق لا زال مشاريع كبيرة متوقفة نتيجة لقلة حجم الإنتاج الطاقة الكهربائية وبالتالي هذا يؤدي إلى زيادة التكاليف فنحتاج إلى هكذا مشاريع فيحتاج على الدولة أن تذهب إلى تأسيس البيئة الاستثمارية وتقليل البيروقراطية في جذب الاستثماريين لدينا حد من الفساد في التعامل مع المستثمرين المستثمر يجد بيئة بيئة فساد يبتعد منها بالكامل والعراق كما معروف أن الفساد فيه متشري في كل مفاصل الدولة فعلى الدولة تحارب الفساد تحافظ على الأمن باستمرار استقرارية الأمن تهيئة المناخ الاستثماري الإداري الفني الكفاءات القدرات على التفاوض مع الجوانب الأخرى إعداد نماذج التعاقدات بشكل يساهم في جذب المستثمرين ويحقق الفائدة للعراق يحتاج كثير من العمل حتى ينجح بهذه الخطوة التي ممكن إذا تحققت ستكون خطوة للأمام بشكل كبير ويقلل الاعتماد على الطاقة الكهربائية على النفط والغاز مثل ما موجود حاليا نحن أكثر من 90% من محطات الكهرباء الموجودة في العراق حاليا تعتمد على النفط والغاز وبالتالي إضافة إلى استهلاكها كميات من نفط التي ممكن أن نصدرها والغاز هي التي تؤدي إلى تلوث بيئ كبير وهذا إلى ضرر آخر ينعكس على الواقع الاقتصادي والبيئة العراقي لقطعات أخرى مثل الزراعة ومثل الصحة وغيرها نعم إذا نظرنا إلى موازنة العراق كل عام فهو يخصص بشكل كبير كما ذكرتم تحقيق أهداف مرجوة من الاعتماد على الطاقة التقليدية متى يمكن للعراق كحكومة تخصيص مبلغ ولو بسيط ولو حتى 5% فقط من ميزانية العراق للاعتماد بشكل تدريجي على الطاقة المتجددة والاستثمار فيها حقيقة هذا يعتمد على الخطط مع الأسف الخطة الخمسية اللي نشرتها وزارة التخطيط مؤخرا اللي غاية 2022 كان بها ضعف كبير في التوجه إلى الاستثمار أو تخصيص مبالغ للاستثمار في مثل هكذا مشاريع ولازالت إنه رغم هدفها بزيادة الإنتاج النفطي وزيادة الإرادات لكن الأهداف الأخرى الاقتصادية بتنويع الاقتصاد بتحقيق مشاريع من الطاقة المتجددة لا زالت إنه التخصيصات والخطط إلها لا زالت ضعيفة جدا تحتاج أن نتطور هذا المجال تحتاج أن ننظيف في الخطط الخمسية اللي تعدل الدولة والخطط لعشر سنوات آليات نعمل بمجبها وبشكل صحيح وبودة زمنية محددة للمسير نحو تحقيق النشاطات أو المشاريع التي تخدم البلد منها مشاريع خاصة بالطاقة المتجددة وتخصيص مبالغ خاصة للاستثمار في هذا المجال لأن بالمقابل هذه الطاقة المتجددة بعد إنشاء المشاريع ستكون تكاليفة قليلة لأن غالبية تعتمد على الطاقة الشمسية ستكون تكاليفة أقل وممكن تخفف تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق ونستفاد من النفط والغاز الذي يستثمر يستغل في إنتاج الطاقة الكهربائية للتصدير أو لصناعات تحويلة الأخرى لجلب إيرادات أخرى للعراق نعم كمتخصص في مجال الطاقة البديلة سيد علي بماذا تنصح المسؤولين في العراق خاصة في وزارة الكهرباء وفي وزارة الطاقة والبترول للبدء قدما في استغلال موارد العراق الطبيعية إلى أي مدى يمكن مثلا القول إن العراق لديها مثلا حوالي خمس سنوات لتبدأ فعلا في إنتاج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية الحقيقة حتى خلال الخمس سنوات لا نأمل أنه سيكون إنتاج كبير لكن نتمنى أن نوصل إلى 10 أو 20% من الطاقة الكهربائية العراقية تكون معتمدة على الطاقة المتجددة وفي مجال نضع خطط مستقبلية ل10 سنة 15 سنة لانتقال تدريجيا إلى الطاقة المتجددة وإيقاف المحطات الكهربائية تعتمد الآن الطاقة النفطية والغاز بالمقابل أن وزارة النفط لدينا هناك مشكلة حقيقة متحققة بين وزارة النفط ووزارة الكهرباء نتيجة لتقلة التخصيصات في الموازنة لوزارة الكهرباء فبالتالي وزارة النفط منذ سنوات تمول وزارة الكهرباء بالنفط والغاز وبالتالي تتراكم ديون من وزارة النفط على وزارة الكهرباء وهذه أصبحت مشكلة في الحسابات والمقاصة بين الوزارتين إضافة إلى الديون المتحققة على وزارة الكهرباء لولة الإسلامية في إيران نتيجة شراء الكهرباء منهم بالتالي عدم مقدرة وزارة الكهرباء لسد هذه الديون فبالتالي علينا أن نخطط كدولة وكموازنة من أجل دعم وزارة النفط وزارة الكهرباء بخطة مستقبلية واضحة المعالم وممكن تطبيقها خلال السنوات القادمة من أجل الانتقال للطاقة المتجدة فبدون خطة لن نتمكن لا وزارة النفط ولا وزارة الكهرباء بخطة سنوية وموازنات سنوية تعد على عجالة نتيجة ينتج عنها أنه عدم قدرة قطاع الكهرباء بالتحول للطاقة المتجدة من بغداد الأستاذ علي نعمة المتخصص في مجال الطاقة البديلة شكرا جزيلا لك مشاهدين كرام متواصلين معكم في تيكنو طاقة وفيه بعد الفاصل الهات ديسك بديل جديد للوقود يقلل من نسب تلوث الهواء أهلا بكم من جديد والتيكنو طاقة دخلت مصر إلى مصاف الدول التي تستخدم تكنولوجيا ما يعرف بالهات ديسك في إنتاج الإسمنت لتصبح ثامن دولة على مستوى العالم في هذا المجال وتهدف وزارة البيئة إلى الربط بين صناعة المخلفات وباقي الصناعات مثل الإسمنت ضمن مشروع التحكم في التلوث الصناعي والذي جاري العمل في المرحلة الثالثة منه والمقرر له 15 عاما بالتعاون مع البنك الدولي والمعونة اليابانية نسبة استخدام الطاقة المتجددة في مصر لا تتعدى الأربعة في المائة وتسعى الدولة إلى زيادتها عام 2020 لتوصل إلى 20% على أن تصل عام 2030 إلى 40% لذا فالدولة تشجع المستثمرين والقائمين على الصناعات المختلفة على استخدام بدائل الوقود كتكنولوجيا الهوت ديسك المشروع الهوت ديسك الهدف منه كان أن نستبدل الوقود التقليدي بتاعنا سواء كان فحم أو غاز طبيعي أو ديزل بوقود بديل زي مخلفات زراعية أو مخلفات بلدية بقيمة تصل إلى 25% أو أكتر من الوقود التقليدي استخدام بدائل الوقود من شأنه زيادة نسبة العائد على الاستثمار حوالي 15% كما تعد هذه الخطوة هامة في معالجة مشكلة القمامة والأتربة وغيرها من المشكلات البيئية الأخرى معدل العائد 15% بيرجع الفلوس خلال 5 سنين وبالتالي هو مشروع اقتصادي من الأساس بيئياً كمان بيوفر الفحم لما بنوفر الفحم بنوفر انبعاثات اللي بتأصل على الاحتباس الحراري وهي المشكلة الوحيدة مع حرق الفحم في صناعة الأسمنت وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من مشروع التحكم في التلوث الصناعي الذي يدعم الصناعات المصرية لتحقيق التوافق البيئي وتصل تكلفة المشروع الإجمالية 90 مليون جنيه مصري الأول للناس متخوفين أن يحصل كمية زيادة امبعاثات غاز ساني اكسيد الكربون فده يوقف الفلتر فبالتالي تحصل امبعاثات الأتربة لكن احنا بعدما درسنا الموضوع كويس وكان الجهات الممولة من ضمنهم البنك الدولي تم إعداد دراسة فنية للمشروع تبين أن التخوف ده مش موجود كل أنواع التلوث البيئي أو التلوث سكان صرف صحي أو صرف صناعي احنا بيشغلنا لذلك احنا بنوجد الطرق البديلة لمعالجة وتقليل هذا التلوث لأن كل ما بيقام العديد من المصانع والشركات على الأرض محافظة السويس احنا بنهتم جدا جدا بالشك البيئي ومن المقرر أن تنضم العديد من المصانع الأسمنتي إلى استخدام بدائل الوقود خلال الفترة المقبلة لأول مرة في إفريقيا والشرق الأوسط تستخدم تكنولوجيا الهوت ديسك وهي تكنولوجيا تسعى من خلالها مسؤولة تقليل آثار الانبعاثات الغزية الخطرة بنسبة تزيد على تسعين ألف طرن سنويا أحمد مصطفى الغد محافظة السويس ومن القاهرة ينضم إلينا الدكتور محمد عبد الرؤوف المتخصص في شؤون البيئة والطاقة في البداية دكتور محمد نود الحديث بطريقة علمية بسيطة عن خاصية الهوت ديسك التي تستخدم في إنتاج الإسمنت أهلا بكم بسيطة المشاهدين هي طبعا دي خطوة جيدة جدا وطبقت في عدد من الدول الاتجاه العالمي دلوقتي أننا المخلفات زي ما ذكرته في حلقات سابقة في هذا البرنامج أننا بنحاول نعمل عادة تدوير وتخفيض المخلفات والمخلفات المتبقية بيتم استخدامها لتوليد الطاقة طبعا دي تكنولوجيات مختلفة منها تكنولوجيا الهوت ديسك بحيث أن نستغني عن مصدر الوقود التقليدي سواء السولار أو الفحم وفي الحالة بتاعتنا الفحم الحجري طبعا معروفة الإمبعاثات الكربونية كبيرة فبدل ما نحرق القمامة وفي نفس الوقت هي بتتطلب أماكن للردم أو للحرق فبيندقوا عليها ثاني أكسيدي كربون بيلوث المدينة فبنستخدم الجزء المتبقي من القمامة بتكنولوجيات معينة كيمائية وغيرها بحيث أنها تخش تدينا طاقة تساهم من تقليل الطاقة التقليدية المستخدمة في العملية الإنتاجية المختلفة في أي صناعة فمثلا صناعة الأسمنت تستخدم نعم إلى أي مدى يمكن إذن أن تؤثر هذه الخاصية خاصية الهوت ديسك على كمية الإنتاج من الأسمنت لا كمية الإنتاج مالهاش تأثير كمية الإنتاج واحدة وما فيش أي تأثير سبت ما فيش أي تأثير على المنتج النهائي من ناحية الجودة أو الخواص بتاعه إذن الفائدة الرئيسية نعم إذن الفائدة الرئيسية هي الحفاظ على البيئة بشكل رئيسي صحيح؟ الحفاظ على البيئة تمام ده جزء أساسي نحن بنخفض انبعثات سانيكسيدي الكربون ونتجة من جزئين أول حاجة الطاقة التقليدية سواء فحم حجري أو صلار أو غيره المستخدم في العملية الإنتاجية ده بينتج عنه انبعثات كربونية فإحنا بنستخدم بديل أوفر وهو المخلفات اللي بتدينا جزء من الطاقة المستخدمة في العملية الإنتاجية في نفس الوقت توفير سانيكسيدي الكربون الناتج عن حرق المخلفات أو التلوث البيئي الناتج عن الردم أو الدفن بيأثر طبعا على المياه الجوفية وخلافه فهو الميزة الوحيدة ان احنا بنوفر فيه الطاقة كمان بجانب ذلك فهو جزء اقتصادي كبير جدا وطبعا بنوفر بداية للطاقة فبيبقى عندنا مش مؤتمدين على مصدر طاقة وحيد خصوصا ان مصدر الطاقة الفحم مستوردة وبسبب تلوث كبير وممكن بيبقى فيها تزبزب فاحنا بيبقى عندنا جزء كبير من الطاقة المستخدمة في عملية إنتاج الأسمنت نتجة من الطاقة اللي جاية من المخلفات وده منظومة متكملة تستخدم المخلفات سواء مخلفات منزلية بلدية أو مخلفات زراعية أو حتى مخلفات صرف وصحي طبعا كمية الطاقة بتختلف من منتج والنفايات لغيره بس هي في النهاية هي حفاظ على البيئة توفيز سينيكسيد الكربون بالإضافة لتوفير فرص عمل انت بتوفر فرص عمل جديدة في التجميع والنقل للمخلفات بحيث توصل المصنع وهو مصدر طاقة نظيف يضاف لمزيج الطاقة واعتقد خطة جمهورية مصر عبية أنها تستخدم مثل هذه المصادر ضمن مزيج الطاقة بحلول عام 2020 والخطة المستقبلية إن شاء الله نعم كيف يمكن إذن تشجيع المصانع الخاصة في مصر من قبل الحكومة المصرية على استخدام بدائل الطاقة في إنتاج السلع التي تنتجها تلك المصانع على غرار مصانع لأسمنت وموضوع الهارد ديسك التشجيع بيجي عن طريق جزئين وده سؤال جيد جدا لأنه احنا فعلا محتاجين في هذه المرحلة أن احنا نشجع المصانع على تغيير الفكر التقليدي وقيام بالعمل كما تعودنا عليه اللي هو بيسموه business as usual فاحنا لازم نغير فالتغيير ده بيجي أولا أن احنا نديهم محفزات يعني في الحالة بتاعتنا كان ده قرد متاخد ضمن ما أعتقد مشروع التحكم في التلوث صناعي اللي بتمويله عدد من الجهات بإدارة وإشراف وزارة البيئة بيبقى جزء منه قرد حسن وجزء منه منحة فاحنا لازم ندي حوافز مالية سواء قروض أو ممكن تخفيض في الضرائب أو خلافه لفترة معينة بحسن المصانع تجرب وتشوف المزايا اللي هتقود عليها من إنتاج هذه الطاقة زائد برضو أن احنا بنشارك سواء في الإعلام المرئي أو المكتوب عن هذه التجارب الناجحة وكيف أن مثل هذه التجارب بتأدي إلى تحقيق وفرات في الطاقة وتحقيق عواقب بيئية مش للمصنع بس بل للمنطقة المحيطة بيها والدولة ككل فاحنا أهم حاجة أن نعمل لهم مزيج من الحوافز المختلفة سواء توعية أو قوانين أو حوافز اقتصادية بحيث يتوجهوا إلى هذا الخيار وهو خيار بيئي اقتصادي طاقي مميز جدا نعم الآن استخدام الطاقة المتجددة في مصر بشكل عام لا يتعدى الأربعة في المئة فقط وتسعى الدولة إلى أن تصل تلك النسبة إلى عشرين في المئة بعد أقل من عامين إلى أي مدى مصر تسير على المسار الصحيح في تطبيق هذه النسبة طبعا نحن متأخرين إلى حد كبير بس التغيرات اللي حصلت في خلال الفترة الأخيرة كلها تنبق بالخير وإنحن ماشيين على الطريق الصحيح والخطة الطموحة حتى في 35 عام 2035 هيبقى مزيج الطاقة المتجددة بمختلف أنواحها يقترب من 42% ودي نسبة سواء سنة 2020 أو 2035 نسبة مش بعيدة خصوصا أن مصر تمتلك المقافة المقاومات زي ما احنا شفنا المخلفات لها دور الطاقة الشمسية طاقة وعدة وصدرت قوانين كتيرة لتنظيم الطاقة المتجددة بالذات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفي عدد من المشروعات الوعدة في سينة وفي الغرداء وفي بنبان في أسوان كل دي هتشارك وهتحفز المستثمرين المختلفين على تطبيق مشروعات ممثلة طاقة الرياح طاقة وعدة جدا في بعض المناطق في جمهورية مصر العربية زي ما بين بني سويف وأسيوت وزي في خليج السويس وكل ده تكسيف هذه الجهود أولا هيخفف الحملة على مصادر الطاقة التقليدية هيوفر بديل طاقي بيئي مميز هيوفر تكلفة الطاقة سواء للمستثمرين نفسهم هم المستثمر نفسه هيحس بالميزة أنه بالعكس في بعض القرى السياحية حاليا في البحر الأحمر نفذت بعض المشروعات بتاعتها بالطاقة الشمسية وتاقت الرياح فهو بيضمن مصدر طاقة مولد ذاتيا وبيوفر كتير في التكاليف النسبة مش بعيدة في دول كتير في أوروبا حققت يعني فنلندا ودول زي فنلندا ونرويج وصلت بالنسبة 40% حاليا فأعتقد أننا مع سطوع الشمس وعندنا مزايا كبيرة جدا والعمالة وأماكن فضية وصحرة وكافة مصادر الطاقة المتجددة متاحة أعتقد النسبة نقدر نحقها بكل سهولة إن شاء الله نعم بالنسبة للشركات المتوسطة والشركات الصغيرة يعني يقولون دائما أصحاب تلك الشركات أن التكلفة نعم ستؤثر في المستقبل بتكلفة أقل في إنتاج سلعهم ولكن التكلفة الإنشائية الأولى عادة ما تكون باهظة كيف يمكن القول أن الدولة فعلا تتيح فرص كما ذكرتم قبل قليل بالنسبة للمنح والقروض الميسرة والقروض الحسنة لتشجيع هذه المصانع أكثر وأكثر تمام هو الاعتراض بتاع الشركات أو الملحوظة للشركات في محلها هو طبعا التكلفة بتنخفض يوم بعد يوم والتكنولوجيا بتطور وهتصبح في متاحة في المستقبل القريب بسي ما قلنا أننا محتاجين مزيج من الحوافز وهمها الحوافز المالية سواء أن أنت بتديهم إعفاءات أو بتديهم قوانين القوانين اللي صدرت لتنظيم سوق الطاقة الجديدة والمتجددة بالزادة الطاقة الشمسية اللي هي قوانين التعريفة دي قوانين مشجعة جداً تضمن أن المستثمر هيبيع مصدر الطاقة اللي هيولده على مدار فترة تراوح من 20 إلى 25 سنة فكل دي مزايا زائد أن المستثمرين المتوسطين والصغيرين يقدروا يلجأوا لي مصادر تمويل دولية وهي متعددة جداً أن أنت تاخد لو عندك بديلين لإنشاء المشروع بتاعك بديل بمصدر طاقة ملوث وبديل بمصدر طاقة أقل تلويساً هو يقدر طالما أثبت له الوفر والبعد البيئي دوت يقدر يقدم لك سواء عن طريق البنك الدولي مرفق البيئة العالمي أو اتفاقيات ما بين بعض الدول زي اليابان وألمانيا وغيره فطبعاً في مجالات كتير سواء عن طريق الدولة أو عن طريق السوق الدولية أو حتى عن طريق وزارة البيئة زي المشروع التحكم في التلويس الصناعي فهي الملحوظة بتاع المستثمرين في محلها بس في بدائل متاحة لهم في السوق يقدروا يستفيدوا بيها ويننفذوا مشروعهم سواء بقرد حسن وجزء كبير بيكون منحة كمان نعم الدكتور محمد عبد الرؤوف المتخصص في شؤون البيئة والطاقة كنت معنا من القاهرة شكراً جزيلاً لك مشاهدين كرام مصنع بكم لنهاية تكنوطاقة شكراً جزيلاً للمتابعة ونلقاكم الأسبوع المقبل في نفس المواعد إلى اللقاء شكراً جزيلاً للمتابعة